بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 20 جماد الأولى 1436 للهجرة موافقة 12 مارس 2015 تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد العبد العزيز وقد رسل مجلس وصادقة على جملة من المراسيم والبيانات نذكر منها مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 027 2013 تاريخ 24 مارس 2023 المتضمن إشاء اللجنة الوطنية لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدة واللجانة الجهوية لمحاربة هذا المرض مشروع مرسوم يحدث تشكيلته بطرق سريع عمل اللجنة المتابعة المؤسسات الاقتصادية بيانا يتعلق بترشيد بعض النفقات الجارية التي تتكلف بها ميزانية الدولة مثل الماء والكهرباء والاتصالات وسيتدخل كل من معالي وزير المالية وصاحبة المعالي الوزير الأمير العام للحكوم من أجل شرح مضامن هذه النصوص التي وابق عليها مجلس الوزراء وتدخل أنا كالعادة للرد على الأسئلة التي تودنا الإجابة عليها تفضل مع الوزير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم تشرف للقوف أمامكم للتعليق على بيان تشرفت اليوم بتقديمه أمام مجلس الوزراء يتعلق بترشيد بعض النفقات الجارية التي تتكفل بها ميزانية الدولة مثل فاتورت الماء والكهرباء والاتصال حصيلت هذا البيان جاءت بعد دراسة عكفت عليها وزارة المالية في السابع الماضية من أجل تشخيص وتحليل الفاتورت هذه الخدمات في الأشهر الأولى من سنة 2000-2015 ويعتبر هذه الدراسة والتعليمات التي عطيت اليوم للحكومة في هذا الإطار لبنى في إطار السياسة المستمرة للحكومة في عقل تسيير المال العام وليست هذه هي أول مرة التي يتم فيها عقل جميع نفقات الدولة وتوجيهها للمجالات الضرورية لتمس أكثر حياة المواطن الموريتاني وتنمية البلد بيّنت هذه الدراسة وتم اليوم تقديم ذلك في البيان الذي يقدم أمام مجلس الوزراء أن ميزانة الدولة الموريتانية دفعت أكثر من خمس مليارات أوقية سنة 2014 مقابل هذه الخدمات كما بيّن هذا البيان أيضا وهذه الدراسة أن فاتورة الخدمات الثلاث الماء الكهرباء لاتصالات لشهر جانفي 2015 تجاوزت 530 مليون أوقية وإذا اعتبرنا شهر جانفي كشهر متوسط فإننا يجب أن نتوقع فاتورة سنوية تتجاوز 7 مليارات لسنة 2015 أي مليارين أكثر مما تم صرفه سنة 2014 هذا هو المبرر الأساسي للعمل الذي تم القيام به بيّنت الدراسة أنه في مجال الكهرباء والماء على سبيل المثال بيّنت أن هناك حاجة كبيرة لعقل الاستهلاك وللاهتمام أيضا بالطريقة التي يتم بها إعداد الفواتير من طرف شركتي صوملك ولايسند بيّنت العمل أن هناك حاجة في التأكد من وجود العددات هناك أماكن لا توجد فيها عددات في عددات متوقفة عن العمل في عددات أيضا يجب أن يتم الاتزام بما تسجله إذن هناك حاجة لضبط هذا المجال بشكل عام تبين أيضا أن الدولة تدفع عن كثير من الخلاص يعني في توصيلات ذانوية وفي دفويت تسرب كبير في شبكة الماء وفي شبكة الكهرباء يحتاج أيضا أن يتم ضبطه إلى جانب ذلك طبعا بطريقتنا استخدامنا أيضا لهذه الخدمات فيها قدر من الأمور يمكن عقلا أن المكاتب يبقى فيها الضوء مفتوح ليلا الحنفيات يبقى فيها الماء متسرب يعني هذه مسائل الحكومة ارتأت أنه يجب تركيز عليها في الأيام القادمة وتعليمات من الخامة الرئيس الجمهورية وعطيت لجميع الوزراء من أجل أن يفتحوا ورشات تفكيرية في القطاعات من أجل ضبط استخدام هذه الخدمات الحيوية وعقلنت استخدامها وضبط الفوترة بحيث تكون وزارة المالية لا تدفع إلا ما يجب دفعه إلا ما هو حق أيضا في مجال الاتصال بيّن تحليل طريقة التي تتم بها الفوترة وطريقة استهلاكها مجالات كبيرة يمكن أن يتم الاقتصاد عليها وتم يعطى توصيات واضحة صارمة في هذا المجال من أجل ضبط أيضا استهلاك الحكومة والإدارات التابعة لها في مجال استخدام استخدام الهاتف والتقديرات الأولية هي أنه إذا التزم بالتعليمات التي تم يعطاها اليوم فإننا في شهر مارس يعني فاتور شهر مارس يمكن أن نوفر ما يزيد على 30% من هذه الفاتورة أي ما يعادل تقريبا أكثر من مليارين على سنة 2000-2015 ولست بحاجة لأن نعرف جميعا مليارين من الأوقية يعني كفيلة بأن تحول مشاكل ماء مشاكل كهرباء مشاكل صحة لكثير من المواطنين الموريتانيين الذين هم يعني يجب أن نكون أحرص عليهم من كلام فيهاتف أو من تسرم ماء أو من ضوء يباث طول الليل مفتوح بدون نتيجة إذن البيان كان في هذا الصدد السلام عليكم ورحمة الله مع الوزير أننا اليوم أريد أن ننظر إلى نصف الكأس المليان أو القليل على نصف الكأس المليان عندما نلاحظ هذه البيك تاون هذه العمارات الشاهقة التي تبنى الآن في نواكشوت ونلاحظ الرصيف الذي امتد من المطار إلى مدريد ومن مدريد إلى توجنين هي مقدرات مالية هائلة جدا وبهذه الطريقة التي أنتم تدرون بها الأمور أو حياة الناس تستطيعون الاستحوال على عقول الناس هذا لا شك فيه لكنكم إن زلقتم إلى إكرهات المرحلة ومنغصات الديمقراطية منغصات الديمقراطية منع التظاهر لنساء تواصل الكونفيدرالية وأنصار إراء مكرهات الديمقراطية قد تشني وهو مربط الفرس ستة عشر مليار للسنة بما يعادل مليار وخمسمائة مليون للشهر هل هذا مبلغ كبير يجر كل هذا اللغط في زوارات وفي عموم البلاد أشكرا جزيلا لديهم إلى وزارة المالية في أقل من شهرين الاقتصاد الموليتاني معلوم بأنه يرتكز على أركيز أساسي اللي هي مزارة التسيير لا أتكلم عن مزارة التخطيط ومزارة التمويلات الخارجية السؤال الشركة الموليتانية للصناعة والمناجم عمالها ضار بين لأن مداخل هذه الشركة ضائلة جدا إدارة العقارات والطابعة السجلية دومين توقعت فيها المداخل الدولة متوقفة الآن لأنه ما في المتوقعات السندات العقالية متوقفة شيئا ما ذلك أوامر حسب المعلومات من طرح كنتم معي الوزير اتفاقية الصيد متعثرة ألا ترون أن المستقبل قاتل بنسبة لمزارة الدولة الموليتانية في حالة سيركم بهذا الاتجاه الاختصادي يا معي الوزير السؤال سينطلقوا من تقديم الذي تقدمتم به والذي قلتم فيه إن الدراسة بيّنت أن هناك حاجة كبيرة لعقلنة الاستهلاك والاهتمام بالطريقة التي يتم بها إعداد الفواتير هل يعني هلا اتهاما لشركة الماء والكهرباء بإعداد فواتير خيالية كما يحلو لبعض المواطنين أن يتعلموا وتحدثتم كذلك عن تفاصيل عن تعليمات ما تفاصيل هذه التعليمات؟ هل تعني مثلا تحديد سقف أعلى لنفقات مؤسسات الدولة؟ ما تفاصيل هذه التعليمات؟ سيد الوزير، وزارة التجارة نسلم لها برنامج أمل 2012 لأن نسلم لها حاصلة للنتاج التالية 292 بوتيك ضربة فدلالة أدد الدكاكين 292 بوتيك عنده مسير ضربة فدلالة، عنده مسير، عنده مراقب، عنده وزان هذا عدد العموات، ليه 251 تقريبا وجدت 118 ما موجودة على لوائح برنامج 2012 118 ما موجودة تخلص ضيف أعلن في 11 منسق ما عدا الرياض وتوجونين فيهم منسقين كلهم فيهم منسقين سيد الوزير السؤال المطروح هل هذا التحقيق؟ يسبب ملاحقات ضف إلى ذلك أن كانت فيه نفقات قوية للبرنامج يتحملها كهل البرنامج فيه مصاريف المتابعة للحكام من 120 ألف إلى الولاة الـ 200 ألف إلى المستشارين 600 ألف سيد الوزير متى ستنتهي هذه المضالطات للرؤساء وللشعب الموريتاني خاصة ولن في الأخير البرنامج جاء المتابعة والبعض يقول له كلم فيه ملاسنات أو فيه الحكومة السابقة والحكومة الحالية ما في شيء هو إلا تحقيق فقط سؤال نبغي نعرفه نسبة كم يمثلوا نسبة رواتب من ميزانية الدولة وشن هي مقارنتها مع ميزانية تسير اللي تصرف ميزانية الدولة شكرا فيه مقارنة شوي بين معالم سياسة التغشف اللي تنتهجها حكومتكم والله حكومة الوزير الأول واللي تحدثت عن واركة عن نموذج منها في إطاره قدمت هذا مشروع البيانة اللي قدمت اليوم خلال مجلس الوزراء واللي يقضي بتقليص فواتير استهلاكات الماء والكهرباء والاتصال منين نرجع المشروع الميزاني المقدم المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014 نجبره الانفم إدارات عندها مخصصات مالية هائلة وهذه المخصصات المالية الهائلة تستهلك خلال مراجعة دائما المراجعة الميزانية وتعديل دائما تعديل الميزانية يظهر على ان هذه الميزانيات يتم استغراقها بشكل نهائي ولهي نطي نماذج منها بالاسم وبالتحديد للإدارات من هذه النماذج مثلا على سبيل المثال عندنا الذين قالوا إدارة الامن مخصصاتها المالية تتجاوز أكثر من 300 مليون في شقين في شق تغذية ما يسمى بعناصر الامن وهكذا حددتها مشروع الميزانية تغذية عناصر الامن وهذا نعرف على أنه ما هو موجود ما فيه اليوم مفوضية يتعيش ما هو على نفقات الأفراد أنفسهم اللي يوفرهم والأنفسهم وبالتالي هذه أموال هائلة تهدر أدراج الرياح المسألة الثانية المتعلق في ميزانية تقارب المئة مليون مخصصة للموقوفين عند مخافر الشرطة عند مخافر الشرطة وهذا نعرف على أن تغذيتهم دائما إما من جيوبهم أو جيوب ذويهم أين تذهب هذه الميزانيات وما فائدة سياسة التغشف ظل وجود تشريع لاستهلاك المال العمومي في إطار القانون وأنا نسوّل عنه بسيط وموجز على ذلك الدراسات اللي مرجوا على نتحسن الإطار العام المعيشي للساكنة الموريتانية وهون مدى ينقال لها شريحة المتقاعدين ومطروح كان وحسب القالة الوزير اللي كان هنا سابقهم عن فهم دراسة شاملة معدلة اللي هي تراجع العلمات القياسية وتراجع من وضعيتهم وإحنا كانوا طالبين زيادة ونختار ونعرفوا كان ذيك للدراسات كان فيهم للدراسة ومنين لحقت هون رواية عند شريحة المتقاعدين وضرك عندنا هذا ترمستر الله نرى وإن شاء الله وضرك وعن فيه زيادة وهذه ما نشملت في القانون المالي الماضي واللقاء الوزير كان هون قالنا عنها فعلا القضايا ما هي مرتبطة زيادة الخلاصات وزيادة الثلاثة ما هي مرتبطة هذا معقول يا قيار كانت لا من تغلق نختار ونعرفوا إذا خالق والله ما هو خالقته شكرا جزيلا على الأسئلة فيما يخص تدخل الأول أو السؤال الأول أنا بعد ما قديت نفهم منه يكون علم طبيعة الحال أن في طبعا عمارات بدأت تظهر في مركز العاصمة وهذا ليس لا يفاجئنا لأن هناك نظرة منذ سنوات من أجل أن تغير واجهة العاصمة وتجسدت في أمور كثيرة ليست ليست هذه العمارات العمارات فقط وليس تسويت والشوارع اللي من عندك رفور مدريدي اللي ذكرته فمعالم أخرى كثيرة تندرج في إطار هذه السياسة الأمور ما تقدشيه مرة واحدة وراجينا فترة وجهزة تعود تتناغم وتكتمل وتعود النورة واضحة ونحن الحاسين بها ونراعوا فيها مثلا ما ينفاجئتنا العمارات تعدل شخ القراب طصة بسنم ومليار وخمسمية وهذا هو اللي ما استوعبت حتى بعدها اللي فهمت منه لأنكم تخطيروا وتقولوا أن ظرف هذا البتوب إن كان ياتمتها لما يعمل مال السنم ما يعدل مات الله لين هذا هو اللي لعته هو اللي فهمت لا هنا هو هو السؤال لا هي أنا بعد ما نعرف قاعد هذا الموضوع في الحقيقة لا هذا الموضوع ما هو متعلق حتى بالبيانة لا هي نعدل تعليقه ونقول علن خارق المسائل أيضا لا تخطئهم العين وشكلكم تماما ما يالله يفوتوا عليه من بينهم المسائل الأساسية لأزمة اللي فيها القطاع المعدني حالا في العالم كان علنوا يشهد أزمة وأزمة عالمية ما تتعلق نحن ما نتطرع لها خصوصا للمنوية قطاع الحديد وأعلن آلاف الشركات تم إغلاقها بشكل نهائي في هذا القطاع لأن هناك سياسية سياسة من الكبار يعني الشركات الكبيرة في ذا المجال لياك تقفل المنافسة ونزلة الأسعار بشكل كبير نتيجة أيضا قضية الطالب العالمي على المادة والسياسة على أن هذه الشركات تنقفل وشرك تسنيم ولين تخلصوا في الدول لا تعدلوا بحث قليل في الدول المجاورة للتطاع المعدني نقفلوا فاته فيها شركات نقفلوا بشكل نهائي وين نقول لكفير شركة ما نقول لكفيرها نقول مات لقاع فيه عمال وين نقول مات له فيه عمال مات له فيه أجور إذن مات له فيه زيادات للأجور بالتالي الهدف عند هذه الشركات كاملة فترة من ذلك الشكل هي المحافظة على وجود الشركة والمحافظة على العمالة فيها وواغر لأن الظروف ذنبتها أعلنها ما اهي ظروف تعود فيها الزيادة يعود فيها مطالبات في الزيادة ويعود فيها ديران أعباء جديدة جديدة على شركة احنا كاملين يا الله نعود و حاميا�ها لأنها في ذلك الفترة حمايتها ما هي من أجل ربح حمايتها الا من أجل الحفاظ على العمال التي فيها وفرص العمل الذى فيها و None الستخدر طبيعة طبيعة الّ حال أعلنه ، كانت محد في الوقات spoلّة يا الله ألا خلقت مفاوضات وألا خلقت زيادات لأن المسرسل كان مسرسل مستمر أيضا يقولوا وحدين لماذا التزمت ولا وفات ولما تلتزم قد سمعتها بعض ونشوفها تنكتب وللأسف بعض المواقع الإلكترونية المجال تمشي فيه لبعيد بدون أنها تقبل عناصر المشكلة بشكلها هو توقع إسعار الحديث كتوقع إسعار النفط ما نحن هم اللي يتحكموا فيه ولا تتحكم فيه سنين ولا يتحكم فيه أدق الخبراء في مجال التوقع لأن فيه تطورات تخلق على هذه الأسعار تطورات دائرة الكبار في القطاعات المعنية وبالتالي ما تقول توقع ما تقول توقع بذلك الشكل السنين يمطات التزامات إلى عاتطاتهم من أجل لا يتزيد الخلاصات يقال الوضع الحالي السؤال المطروح اللي يا الله ينطرح لنا كاملين ونطرحوه على روصنا من درايا كان حالا في القطاع المعدني هل يضروه موجودة ولا غير موجودة هذا هو السؤال المركزي اللي يا الله ينطرح وليست قضية وكانوا مليار وستمية والله ستعشر مليار والله مانتعشر مليار والله ميتين وقية الحكومة الموريتانية سياستها وظاهرة فيها على أن هذاك اللي فيه مصلحة لا يتعدلوا إلا عادت المصلحة فعلا أن الدنيا تجرى الفضاء دور تنعطالها وإلا عادت المصلحة في أنها ترشد دور ترشد يقير النقاش ما يلا يعود على المستوى النقاش يلا يعود على المنطق الأمور وصير وردها والنورة الاستراتيجية فيها هذا هو اللي يعود عليه النقاش هذا تعليقي على ذا اللي قلتو لي ما هو اللي قعمل سؤال حتى لكن بعد ذا اللي أعتنفهمت هذا هو اللي تعليقي عليه فيما يخص السؤال الأخر ويرتب على قضية اسميم والاتحاد الأوروبي ومدارة العاقرات متوقفة منظر يكان هذا ما هو ليه أثر على ما هو ليه دخل هيا ما داخلها متوقفة منظر يكان ما هو ليه أثر على ميزانية الدولة كيف قلت كيف قلت كيف قلت ميزانية الدولة مفتحت كيف تعرفوا مجلس الوزراء القبل الماضي كنا هنا أمامكم في نقاش افتتاحها الأمور ماشية بشكل طبيعي الدولة عندها كامل إمكانيات وهذا ما جاء من فراغ هذا هو السؤال الملي الذكي يالله ينطرح لماذا معها كل هذه المشاكل الحكومة استطاعت أن الأمور تكون طبيعية لأن هذا يخطط له في الوقت ما حدنا مرحلة معينة عندنا إمكانيات ومحد هذه الإمكانيات التي كنتم تقولون ما وجهت للبنود التي لا يتعود فيها مترتب وفرص عليها تخلق عندما تبونها تحتية عندما تبونها في نفقات ما نزلت بها ميزانية الاستهلاك اللي هو اللي بتجد الفونكسيون ما اللي أنا بتجرك يراها لا يتم خالق معناها الدولة تخطيطها فوقات يقولوا واحدين دورة عودة الله شين هي فايدة العملة هو بنك سنترال المقفوض عليها وشين هي فايدة سمعتوه كاملين العمال الماضين وشين هي فايدة رصيد الخزينة فايدة ذهي عندنا في وضعية في أزمة عالمية وفي ضغط ونبتوه وفي نقص مداخل كانت خالقة تعود الدولة عند هالإمكانيات اللي يقدوا مواطنينها اللي عادوا قدوا ما يحسوا ما يحسوا ما يحسوا ما يحسوا هذا هو أبلغ جواب على هذا الشكل من الطرح اللي ينبتوه سؤال ثالث طرح من رأي كان ذي الإقتراحات اللي اقترحت اليوم في البيان وصادقت عليها الحكومة كان فيها اتهام للشركات بعدها أبدا أبدا فيه مسؤولية مشتركة بترشيد وهذا الملي ما يا الله ينفهم أعلنها مسألة جديدة هذه كانت إلاء لأن نرجعوا لأن نرجعوا لتطور الأمور في السنوات الماضية نجيب أعلن السنة الماضية يخلق فيها ترشيد والسنة السابقة يخلق فيها ترشيد يغير إحنا هدفنا لأن نستمروا نحسنوا الأمور ندقوها وكل ما قدينا نحسنوا ما نحسنوها ولا هي مرتبطة بالأشخاص لا هي مرتبطة بالحكومة هذا النظام هذه هي سياسة العامة وإي حكومة جاءت لتنفيذها وإي وزير جاءت لتنفيذها وبالتالي ما تتعلق بالأشخاص ولا تتعلق بالمناصب ولا عندها علاقة هذه سياسة مستمرة ورؤية واضحة من النهار الأول يغير شي قدي يخلق لارك وشي ما نعتذرهم يخلق لارك أو لو هي في شي لا يخلق نهار واحد والصيروت الأمور تنفهم في هذه الإطار سأل أحدكم عن أيضا برنامج أمل هل هناك صفة أعلى للإستهلاك؟ وقضيت سجنان خزن صح 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 فيما يخصها هناك ثقف تم تحليل كما قلت البيانات الموجودة عن الاستهلاك وكل الإجراءات التي ستساعد في تحسين وترشيد وعقل الاستهلاك والعبع على ميزانة الدولة سيتخذ بشرط طبعا لا يؤثر ذلك على عمل الإدارة لأن أيضا عمل الإدارة إعاقته ستكون عندها نتائج عكسية والتالي نحن أحرص على أن الإدارة تكون في جو وفي إمكانيات وفي ظروف التي تعدل العمل لله يوصل للمواطن إذن هذه العقل لن تصل إلا إلى المسائل التي لا تعيق العمل ولا تضر العمل اليومي للإدارة ذكرتم سجناء الخزينة تعبير 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 فهمي غير تعبير لا أتفق لا أتفق لا أتفق بالضغط هذا الملف عند العدالة إحنا ما عندنا به كحكومة وكجهاز تنفيذي ما عندنا به ما عندنا به أي علاقة ولا نعطي فيها ولا نعطي فيها لا نعطي فيها كون خلق العمل الي الله نعدله والملف أمام العدالة لكن لا يعدل القضاء نحن نحترمه سويه وشنوه دعا طيب يتحال الملف أمام العدالة السجن في العدالة السجين ما دام السجين متهم في أمام العدالة الحكومة ما عندها به سأل أحدكم عن برنامج أمل أيضا ومية وواحد وتسعين 209 بوتيك ومية وواحد وثمانين هذا اللاكيف قلت يديره حد في الإطار سيد الكريم سيد الكريم سيد الكريم أنا قلت عطار برنامج أمل بحد ذاته اللا من عمل هذه الحكومة وبرنامج أمل مقارنة بما قبله كان تطور يقير برنامج أمل كجهاز تجريبة ما كانت خالقة وتجريبة تتعزز وتجريبة تقبل بالدروس من المراحل القادمة ولا تفهموا أنه يكون لا يتم مسلسل مسلسل في تحسن إذن ما يفهم حد منه ولا يحاول يفهم إلى أخليك تحسين برنامج معين نتيجة لدراسة قيمية تم عدل أسوى برنامج أسوى أمل وأسوى برنامج أخر معناها أعلن ذاك اللي كان معدل ما هو صالح والله أنه كذا والله أنه كذا ما نشاك أن هذا أنا ما نفهم الأمور في هذا الإطار نفهم الأمور ما نفهم الأمور في ذا الإطار نفهم الأمور أن كل مرحلة ومرحلتها برنامج أمل يبدأ مع بدايته في حاجة كبيرة التأطير بهذه الباثيك لا ينفتح ولا هي شين هي الكريتير اللي ينفتحوا بيها وشين هو ليرسوي فيه لا ينفتحوا بيها مثلاً يشتقال واحد وقد تعود خفت حاجة تأطيره الأمور تنفهم في ذا الإطار بدلاً ما تنفهم في إطار أخر العمل الحكومي عمل مستمر عمل مستمر سيد الكريم المعلومات اللي يالله تود عندكم يالله دقوه يالله دقوه سولني حد سؤال عن سياسة التقشف أنا أيضاً لا أتفق على هذا التعبير أنا ما قلت والحكومة ما هي بصدد سياسة التقشف هناك فرق كبير بين سياسة التقشف و سياسة العقل أنا بعد أن نفهمهم أنهم مفهمين مختلفين ما عندهم علاقة التقشف معناها يعني مسائل ضرورية لا ينتخلى عنها لمصلحة مسائل أخرى أكثر ضرورة سياسة العقل أنا ما أنا قاعد أتخلى عن شي يغير هذا اللي نعدله لا ينعدله بكسر طريق وبقل تكلف هذا هو اللي احنا بصدده وبالتالي ما يالله ندار تحت و طبيعة الحال إن دعاتي الضرورة ولا نرجو يكون إن شاء الله تمولها في جو توسعة على أنهم لا تعود لا تعود و لا حسن سياسة دور لا تنقب و إن قال هنقبضت يغير هنقبضت ما هو سياسة ما هو سياسة ما هو سياسة تقشف زدنا الأجور سنة 2015 ما هو علامة ما هو علامة السياسة تقشف فتحنا الميزانية في الشهر الثاني من السنة هذا ما هو مارة سياسة تقشف ما فيه اليوم متأخرات اجور لا يهت والله غواتر ما هو سياسة تقشف برنامجنا الاستثماري لسنة 2015 130 مليار ما هو مار سياسة تقشف يقير هذه الموارد التي تسلط لا هي تسير بالعقلانية الضرورية وهذه هي سياسة التي تفشح حكومة نجاوب شوي على رترتي لأنها مسألة أساسية لا هي نقول أيضا المتتبع المسار هذا الملف يوخل بخلاصة يوخل بأن هذه الشريحة أنها طبعا شريحة ما انقبضت بعين الاعتبار مختلف مراحل اللي مرت به الدولة الموليتانية وسياساتها وبالتالي مجموعة هشة وسياسات الضمان الاجتماعي بما فيها الجزء متعلق بالتقاعد سياسات يا الله كاملين تعود من أولوياتنا لأن هذه أولا شريحة هشة ذانية أخرى سعات في المراحل المختلفة من تطور هذا البلد من بناء وضعت وإحنا كاملين صايرين إن شاء الله لهذا الحال وبالتالي هذا جزء أساسي يقال لا ننساهم لي مبادئ في إطار ذا اللي نقال له التقاعد لأنك التقاعد ذا تجبر ذاك اللي ساهمت به مراحلة معينة ذاك اللي ساهمت مراحلة معينة الحكومة الحالية وقال لنا عدلت إجراءاتها مراحلة معينة كل ما سمحت الضرورة والآن صندوق التقاعد عنده أن دفيست دا كالك مليار دا كالك مليار طبيعة الحال لأن الحكومة السنة الماضية من نهاية 2014 متباركة ما تعدل تصور الحل هذه المشكلة في طارها العام ونأكد لك الرئيس الجمهورية على أنه حساس ومهتم بهذا الملف وأنه أسرع وقت وأنجع حل يمكن وضعه غير حلول الجزئية والحلول غير متكاملة والحلول ما يتحل المشكلة لا يتزيد تكالف ولا تحلها خلونا لنعود عندنا حل يجد حق حق يعطي حلول نهائية لهذه المشكلة سلام عليكم ورحمة الله أكبر لعنسي أعطي سريع للمشكلة من قبل الرئيس المعنى سيلا سيلا سريع المشكلة السبوط لعنسي المشكلة على المشكلة على العمل المشكلة ورحة ورحة الانترى وزافة التنية في ن wi-رين تحفه كما revelation قوم ن oppositeش بيت وفق مشاهرة ومثلة التحفه بشيذارين نل وي geraل وتشفر ترجمات تماكن لهم أن يرتكب في ذلك هذه الأشياء على حقوق مرة أحيانية على حقوق مرة أحيانية على حقوق مرة أحيانية انا في كذلك في مدرزة مدرسة المتحدة في مدرسة للتنامية للشدف والدور العصرية في دولت علاية على النتائمة التي تُتركوا الى الشعور والدور العمل لها لدًا مرة أغلقى لأن الوصول الوصول إليها لم تركوه Et mode de financement extérieur Maintenant il faudrait que ça s'aligne vers Les procédures d'exécution D'un budget Etat C'est pour cela qu'aujourd'hui on a adopté Ce projet Maintenant le pilotage Ce sera le comité national de lutte contre La lutte contre le sida Qui va être présidé par le premier ministre Avec les départements concernés Et il y aura un comité de pilotage Allégé pour pouvoir S'occuper du fonctionnement Effectif des activités Steven أريد أن الانتظامية والمقراطة لأنها لتحدث ويستحبت أن نكون جالك العلم عن التعلي eastern الجديد عندما يوجد الموجودات ويوجد الكثيرات والموضوعية ويستحبت أن يستخدم الناس على هم تجريبيه أنت الآن على تقوى الشرح الأمر في عده ، على هذه المواقعات بالتعليم ويستحبت أن نعطيقاً لكي تجريب على المقراطة يعني تجريب كانت تحت لإعادة التعليم جديدة وقالة النمائية مع النمائية مع مديره دينما ينبغي من نعدي الارد. علاقة المشهدات المستقعية من المفهدرات العلبي من المحتجقات باستقرات العملية، وظلكم ينبغي أن الحجاب على قصير المستقع على نوع من أسبوع الانتقل. في الشيئ للمريض النمائية لأننا الآن في الانتقل إلى 0,7% لكن في هذا السورية، هناك بعضاهم فرقيةً من ندرس من جلالة 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 جلالة. ومن موجود للغاية DIRECTOR يمكن أن تقيقا لدينا التاراقية من الديد من جلالة 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 جلالة، يغربون المتخفى في المغربين ، يPSJR، يسألون بسناعمل ّ كثيراً لمن يسألون كنصد للجلسية إن نحن السبب على الأتوار إنها الانتكامie علمائناك الكثيراً وإنهاتك أيضاً لنظومية يفترون عليك هذا الوزن ، لدينا في صحة أعزالين في الصحة مقابله от 4%, فرول على الصحة والدني لفائلين من المفرمات التي تتفق بها سئلة المدارة سائلة سواء على المفرمات على الشرح بحرمات حرمات المفرمات وكتبه الرجاء في سيكون وضعت بلدات ، إذا نظر الواتف ، في مراتك ، سيكون لديك فكتب الواتف ، وكمت على خطر ، تمنى ؟ فالبنك مع العامة ، سيكون ، ونظر بالترق ، وما هي ، سيكون ، سيكون ، ونظر ، ونظر ، ونظر ، ونظر ، ونظر ، ونظر ، من وضع للتحالق ، بقره ، ونظر ، كيف سألت بفعل سألت؟ ماذا يريد ؟ بفعل سألت تهدي Woah سألت تهدي سألت بفعل تشأل لأنهم قد مإدمون لأن المعليكي والانتعومة اخ تبرجون وقرية لا نقال في ادلال الهدف ثم نتبع على ضمن صعق وتزبرنا مقرك نعم سؤال بالتحديد ما هي آخر الأخبار التي وصلتكم عن الحوار الشطر الثاني من السؤال تابعتم كما تابعنا جميعا تخوف منتدى الديمقراطية والوحدة من ما سمع كما قال الناتق الرسمي باسمه محفوظ بتاح الأستاذ محفوظ بأن زيارة رئيس الجمهورية في الحوضين ربما تكون حملة سابقة لأوانها لتغيير النظام الجمهوري كيف تردون هكذا قال من نظام الجمهوري إلى النظام البرلماني كيف تردون شكرا جزيلا في البداية لسان حالي هرسنيم وزويرات يقول هون على صخرة أصمين وليست لي قلبا كهذه الصخرة الصماعية أي هناك مشاكل مطروحة هناك وهناك مواطنون العيش اليومي لا يستطيع أن يحصلون عليه من باب المضربين أما العمال اللي يشتغلون الشيطة الثاني من السؤال تحدث عن أصيد لعل أن تكون هكذا أزمة أو مشكلة هذا الرصيد يعني أن السنين لم تتبع هذه السياسة أو هناك سوء تسير لأن الأزمة لو كانت هناك أزمة خصوصا الأزمة العالمية التي تحدث عنها الوزير السلام عليكم أولا فيما يتعلق بالحوار هذه لا أعتقد إذا لم تخني الذاكرة سابع مرات وجيبوا على الأمور المتعلقة بالحوار وقلتوا إن الحوار مبدأ نبدأ تدعو له كل الشرايع والتداعي إليه كذلك تحبذها كل الشرايع وكل القيم والأخلاق المعمول بها لأن نتائجه دائما محمود وقلت إن من حق أي معارض أن يقوله ما شاء ولكن نتائج الحوار هي نتائج متفقون عليها نتائج متفقون عليها ومخرجات تحظى بالإجماع وإلا فلا معنى للحوار لا أعتقد أن السيد الرئيس يسعى يعني لا يمكن أن نتبين من خلال الزيارة هذا المسعى يعني لا هذا لا أعتقد أنه نتيجة يمكن أن تستخرجه من الحوار والحوار نتائجه ستحترم نتائجه ستحترم ولكن على المعارضة أن تستجيب أن تستجيب أن تستجيب في الوقت المناسب لدواعي الحوار في الظروف الرائعة ومن ثم سنرى ما إذا كنا نسعى إلى سعي لهم سعيهم ولنا سعينا وكل يسعى لغرض يريد أن يحققه هذا أعتقد أنه هو الجواب المناسب هو الجواب المناسب لمذلك هذا السؤال بالنسبة للشفافية التي تحدث عنها قال بأن هناك حكمة عربية أنا أريد أن أشسد مداخلته هو لأن هناك حكمة عربية تقول احتفظ بدرهمك لأبيض ليومك لأسود بمعنى بمعنى أن العقلاء والحكماء يدخرون من مساعيهم ومن مكاسبهم لأيام الشد هذا هو ما أراد أن يقول هو وزير المالية وقد عبر عنه بإبانة تام بإبانة تامة ولكن العربي يجسدونه في مدر مشهور احتفظ بدرهمك الأبيض ليومك الأسود بمعنى أن من الرخائي تدخل إلى يومي الشدة التي تنفع وفيما يتعلق بالسنين أيضا هناك تدقيق تدقيق على التدخل أن الشركة جعلت تعهدت إدارتها أن تزيد العمال ولكن متى تعهدت أعتقد أن التعهد كان في برين وأن الموعد كان في كتوبر لا لا أقول نهاية سنة نعني ما أقول أن الموعد كان في شهر كتوبر إذا كان سعر الطن الواحد إن لم تخل الذاكرة 156 دولار أما اليوم فسعر الطن 59 دولار اليوم والشركة ليست شركة مقاصد حميدة بيانفيزانس يسمونها الفرنسية يعني هي ليست هي شركة للأرباح ومجلس إدارتها هو الذي يواذق على الزيادة وعندما عرض هذا الالتزام المبدأ من الإدارة على مجلس الإدارة رفضا لأن مجلس الإدارة يريد الربح فلينتظر إلى يوم اليوسرى لكم الشكر والسلام وعليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر